هذا هو المختر في الحكاية الكلة مش كلمة تطاول المختر هو الربط ما بين مفهوم التطاول كمفهوم مطاتي حتى حد ما عنده الديفينيسيون للتطاول هذا شنيه كيفش نجم يكون تطاول والاعتداء على الامن القومي كي تجي تقول لي أنا رأوا التطاول هو بمثابة الاعتداء على الامن القومي في تونس يعني أي نقد يوجه للسلطة في تونس يمكن أن يتم تكيفه من الزاوية القانونية كاعتداء على الامن القومي يعني أي مقالة رأي تكتبه أنت يعني في صلب عمل الحكومة أو رئاسة الجمهورية أو وزير أو غيره يمكن يتم تكيفه قانونين كاعتداء على الامن القومي هذا الربط فيه خطورة كبيرة برشوي يبدو لي أنه حتى رئيس الجمهورية كي قالوا قالوا في سياق مفعالي ما كانش رئيس الجمهورية يتكلم بهدوء قالوا في سياق مفعالي لا أما كلمة محاضرة كتشوف الوراق معناها خلنا تعاوز صحيح فهم لكن المحاور كلما كانوا حاضرين معناها عارف شوش يقول في أغلب النصوص مثلا في النصوص القانونية كيتكتب نص قانوني فصول يجيوا تحت الفصول ويحطوا ديفينيسيون طاع المفاهي يقولك يقصدوا بكذا كذا وكذا وكذا بش ما ننحرفوش وهذا كلام رئيس الجمهورية راهو كلام أعلى هرم من السلطة إذا كان مش يرمي كلمات هكا النجم أولوها في مسارات مختلفة فانو المسألة تولي اختير برشا ولهنا بش ندخل في شابيتر آخر أخطر اللي هو حرية التعبير إذا كان انت بش تولي تكيف لي مفهوم التطاول اللي تقول عليه والنقد اللي تسمع فيه انت يوميا في التلافذ وفي الإذاعات وفي الصحافة المكتوبة تكيف وانت كاعتداء على الأمن القومي لأنه انت بش تلقى 99.99% من الصحفيين في السجون وتلقاهم بتهمة الاعتداء على الأمن القومي وبتهمة التطاول يخيفهم فصف قانوني يحتل التطاول كما السلب وكما قال يسلبون ويشتمون وينو هذيا معنا بالحق سرحان نرجع لك وخديفة لكن بعد فاسق الشيء ترجمة نانسي قنقر